السلام احبابي وحباباتي كيف بقيتم واغبور هذه ولكن تحشتكم بزاف بزاف اليوم اجبت لكم واحد الماسك اللي سولوني عليها بزاف ديال المتتبعات في انستغرام اللي كيوحد اللون وكيبيض ليدين والرجلين ماسك اللي راهيب وكيعطي نتيجة من اول استعمال وكل مكوينة دياله متوفرة عندك وكتشوفها عندك ومعرفش الفوائد ديالها برعي لديات الرجلات في هذا الصف وإلا عندك شكحولة ولا بوقع ولا ديتاشنوار وما بغوش يحيدو هذا هو الماسك اللي خاصك ولكن ضروري ما توابديه وطلعي في ديالك ورجلتك اللي هزينك فشقة وتمارة وضروري تبرعيهم أما إلا كنت مادة يديك الحنة فهذه هي الوجيبة باش تجربه هذا الماسك عاجيف تبيض وتفتح البشرة مكوينة وطابعية والنتيجة غادي تشوفيها من الدهنة الأولى اي ويا للا غادي تحتاجي جوج مع القكبار ديال الشوفان مطحون أي نوع ديال الشوفان جوج مع القكبار ديال مي زيناء ولا طحن الدورة جوج مع القكبار ديال الروز البيض اللي مطحون ولا مسحوق الأروز الأبيض هنا كيبيعوها مطحون ناضي الله السلامة كما كتشوفوه هنا مطحون بالحجرة غادي تحتاجي نصف كس ديال الحليب باش غادي نخلطو هاد المكوينات هادي أي حليب عندك متوفر وغادي نحتاجو الكريم للترطيب واللازيت للترطيب اللي كنديرها من بعض الماسك أنا كنت تعمل اللوز الحلو اللي عندها فوائد كتير على الجلد وهذه هم المكوينات ديالنا اللي كاينين في دارك وما غادي تحتاجي تشري حتى شي مكوين من هاد المكوينات هادي وأجي نعرف كل مكوين باش غينفعنا شوفان ره مورطيب طبيعي وكي حيض خلايا ديال الجلد الميت وكيشدلينا البشرة وكيرصب لنا الكولاجين اللي فيها أما دقيق الدورة فكيحيد لنا علامة الشيخوخ المبكرة اللي في الجلد ديالنا وكيوحد لون البشرة وكيفتح لنا البقع الدكين اللي فيها أما دقيق الروز ففيه واحد الحمد اللي اسميته حمد الفيتيك كيفتح لنا لون البشرة التهوى وكيرضها كالبلار أما الحليب فكيحيد الدهن وزوية الزيدة اللي في الجلد وكيوحد لون البشرة التهوى وكيحيد البقع اللي فيها فضروري تعقله على جوج جوج من الحاجة كما قلت سابقا جوج معالق من كل مكوين هذا الماسك ستستعمله من بعد مديني مقشير اللي يدينه الرجلين وأحسن مقشير هو الكيس دينا المغريبي اللي غادي تضربه واحد شي حكال يديك رجلك ومن بعد غادي تدهني الماسك ديالك وإلا بقات شي حاجة منه ستحتفظي بيه في تلاجة لمدة أسبوع واحد لاحقاش مكوينة الحليب راكم معارفين ينضغيه كي يخسر وسدوه مزيان باش ما تدخللش البكتيريالي في تلاجة أما زيت اللوز الحلو فكيخفف من تأثير ديال الأشعة ديال الشمس على البشرة وكيوحد اللون وهو أحسن مرتب اللي تقديد ديريه اللي طبيعي وزوين البشرة ديالك والجلس ديالك وهنا بغيت نوريكم البديل ديال هاد الماسك اللي كنت كان نشري هنا غالي في السوق ديال الشوفان وديال زبدة شية من النهار بديت ندير الماسك ديالي وانا كل شي كيسووني على البيض ديالي ديالي ورجلية وبغيت نشاركو معاكم نوفروا شوية الفلوس ونتهى الله وفراسنا هاد الماسك الصراحة زوين بزاف وساهل في الاستعمال ولكن غالي ما يمكنش نديروه ثلاثة والاربعة ديال المرات في الأسبوع لحقاش اللي يبغى البيض ضروري ما يوابد على الاستعمال وبصراحة الماسك اللي كتبع ما كان عارفوش باش مصنعه والمواد الكيموية اللي كتكون فيها فما كان محسن من الطبيعي وارخص على الجيب هنا انا غدي نخلط غير الكيمية اللي غدي تكفيني لهاد الاستعمال هذا ممكن انتم تخلطوا جميع المكوينات وتخليوها عاد تخلطوها بالحليب من بعد كي يبقى الاختيار لكم وممكن تضيه معاك الحمام في سطيل ديالك وديريه من بعد ما تحكي يضيك ورجلك لحقاش الماسام كتكون تحلت ووجل ديالك غدي يستفد من المنافع ديال المكوينات كاملهم وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا وديال المسك ديالنا كما تشوفوا ما خصوش يكون جاري بزاف سوف نأخذوا اليدية ديالنا اللي قشرناهم ضروري بالكيس كما قلت ضروري تديرو لهم مقشير ومن بعد غدي زبدو تطليوهم بدك الماسك حطوه بزاف ديرو بزاف اليدية ديالكم باش كتستفد من ديال المكوينات كما كتشوفوا معايا وضروري ما تأكدوا على دوك المناطق اللي داكينة وهذا الماسك ما شاء الله راكي يخرج كمية هائلة ما شاء الله راكيزكا ضروري ما غدي تديرو هاد القون هذا البلاستيكي كتجمعوه في يديكم هكا على هاد الشكل هذا سوف نعمل بجانب استفادة متعدد من ديال الإشخاص سوف تلاحظوا اليد ديالكم تعراق وديك المكوينات كتابات تنساجم مع بعضياتها وقد تدخل في الماسام وكتستفد من هالجلد ديالكم وذلك البقع استطيع توحيظه وكتذتك الكفتح لكم البشرة ديال اليد والجلد ديال اليد نحيطوها 10 دقائق كما تحيطوها سوف نحيضها و نجعل هذا المكوين و هذا المسك دينا كي نشوف سوف نزيد على يدي و شوفوا تبارك الله على خير شوفوا هات الجنبات هادو كلهم ولو بويد و مع الشوفان كيتجمع و الروز كيتجمع شوفوا كي كتولي ليدها و من بعد مدى 26 دقيقة سوف نغسلوا اليدين دينا و الرجلين دينا بالماء الدافي و من بعد غادي نطلوهم بزيت اللوز ولا اي زيت متوفرع لديكم ولا اي كريم ترطيب انا كنفضل زيت اللوز الحلو لحقاش كما ذكرت سابقا كي حيض الاضرار دي الاشيعة الشمس على الجلد و كي يحيض لنا ديك السواد و ديك البقع اللي كتبقى لنا في الجلد و في اليديدات دينا و في رجلس دينا منتمنى ان هاد المسك يكون عجبكم وهدي هي النتيجة كما كتشوفوا دروري ما توابدوا عليه اردوا علي الخبار و تحشكم بزاف بزاف